اشتركوا في القناة الدبلومات بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والضيوف وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن احتضان بملكة البحرين للقمة العربية يأتي في إطار ما توليه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى وحدة الصف والكلمة والموقف العربي الموحد وإعلاء المصالح العربية لا سيما في ظل ما تمر به الأمة العربية والعالم من تحديات واطلع سعادة وزير الإعلام على جاهزية المركز الإعلامي من خدمات اللوجستية وتجهيزات فنية وتقنية لتغطية وقائع القمة العربية وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية ومراسل وكالات الأنباء العربية والدولية وأشهد سعادة وزير الإعلام بالمستوى المتميز للمركز الإعلامي الخاص بالقمة وما يحتوي عليه من إمكانات كبيرة معكنا سعادته حرص وزارة الإعلام على تقديم كل التسهيلات التي تساعد الصحفيين والإعلاميين على أداء عملهم في أجواء من الراحة والسلاسة واليسر وقال سعادة وزير الإعلام إن القمة العربية تشكل تجمعا عربيا يحظى باهتمام ومتابعة إعلامية إقليمية ودولية لما للعالم العربي من مكانة وتأثير بالغ في المجتمع الدولي كما أن ما تصدره القمة من قرارات وتوصيات يرسم ملامح مستقبل المنطقة وشعوبها ولذا فإن هناك حرصا كبيرا على أن تكون التغطية الإعلامية معبرة عن أهمية الحدث وأوضح سعادة وزير الإعلام أنه تم تسخير كل الطاقات والإمكانات من أجل نجاح قمة البحرين بما يتناسب مع قيمة هذا التجمع العربي الكبير والحضور الإعلامي المكثف وذلك ضمن خطة عمل متكاملة أشرفت عليها لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض والتي بذلت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية في وضع وترتيب كل الأمور التفصيلية الخاصة بالتحضيرات والإجراءات التنظيمية وأشهد سعادة وزير الإعلام بمركز الاتصال الوطني وجميع منتسبية على ما بذلوه من جهد في تجهيز المركز الإعلامي ليكون بهذا المظهر المتميز الذي يعبر عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين منوها سعادته بالطاقات والكوادر الإعلامية الوطنية التي تبدل قصار الجهد والعطاء للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في المملكة بما يرفض مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن وأعرب سعادة وزير الإعلام عن ترحيب مملكة البحرين بضيوفها من الإعلاميين وتقديرها لجهودهم في تغطية أعمال القمة العربية دعيا سعادته وسائل الإعلام العربية إلى مواكبة هذا الحدث المهم بما يعزز من التقارب والتضامن العربية ويتناسب مع همية القمة وتأثيرها الإقليمي والدولي هذا ويضم المركز عددا من المكاتب والقاعات والاستيديوهات ووحدات الترجمة وتقنيات البث وأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض وقاعة المؤتمرات الصحفية كما يتضمن قاعة تحمل اسم قاعة البحرين لتعريف الإعلاميين وزائرين بإنجازات مملكة البحرين في مختلف المجالات وإرثها الحضاري العريق والممتد ومعالمها الثقافية كما يتضمن المركز ركنا خاصا يحتفي بمناسبة اليوبيل الفضي على تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في مملكة البحرين والإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالته ومشروعه الإصلاحي الشامل وما تحقق في مملكة البحرين من نقلة نوعية في مختلف جوارب النغضة التي تشادها البلاد في ظل قيادة جلالته الحكيمة في الحقيقة أنا السعادة اليوم بمعية أخي الدكتور رمزان بافتتاح مركز الصحفي والإعلامي المعد لتغطيات القمة العربية التي تستضيفها البحرين ونحن طبعا دورنا وكل شعب البحرين ملكا وحكومة وشعبا يرحبون بضيوف البحرين من قادة العرب ووفودهم الكريمة في الحقيقة احنا طلعنا على الخدمات التي قدمها هذا المركز وتعتبر من أفضل الخدمات وهي تغطي جميع الصحف والوكالات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وهذا شيء طيب لأن الصحافة مهمة في تغطية أحداث القمة العربية ونحن نتأمل في أن تخرج هذه القمة بقرارات تهم الأمة العربية كلها لا شك أن احتضان مملكة البحرين ورئاسة سدجالة الملك لأعمال القمة العربية له دلالة مهمة بخصوص دور مملكة البحرين الرياضي في العمل العربي المشترك وتعزيزه في كافة الصعود ولا شك أن المجال الإعلامي أحد أهم هذه المجالات الحقيقة أيضاً هذه القمة تتصادف مع مناسبة عزيزة على قلوب البحرينيين وهي احتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي سيدي صاحب الجلالة مقاليد الحكم ولا شك أن أيضاً في العهد الزاهر جلالته تعززت وغرست بشكل أكبر روح التضامن العربي والتنسيق العربي المشترك واليوم هذه القمة الحقيقة تتوج هذه الجهود والاستعدادات لها الحمد لله متكاملة فالحمد لله هناك ارتياح من الاستعدادات الإعلامية نشكر الحقيقة القائمة عليه في مركز التصالي الوطني وإيضاً الشاركة وفي التنظيم مزارة الإعلام ونتمنى الحقيقة للجميع الإعلاميين الموجودين في مملكة البحرين سواء كان من إخواننا العرب أو من الإعلام الدولي تكون إقامتهم سعيدة وتعطيتهم ناجحة لأعمال هذه القمة وانتمنى بإذن الله للجميع التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر